أثارت مسألة فرض الضريب على مهنة المحامات ضمن قانون المالية الجديد حفظة أصحاب الجبة السوداء ما جعلهم يقترحون الضريب من المنبع الذي اعتبره المحامون مشروع تاريخي يضمن فوائد للخزينة العمومية ويحقق العذالة الضريبية غير أنه تم رفض المصدق عليه من قبل نواب المجلد الشعب الوطني لأنه احنا المشروع لما يكون غير قبل التطبيق محامي يروح يرافع يروح يدفع الحريات ولا يقع يحكم السجيل هذا ويدون قال صرف 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 قال لم وشرة كذا وشرة كذا احنا ما نسموه استيجارية المحامي عنده ميكرو عنده الأخرتاء وعنده بعض الوسائل ليمستدعي السجيل واضح الأمور إخضاع المحامين لضريبة من 12% إلى 35% هو ما اعتبره أصحاب الجبة السوداء متنافي مع روح مهنة المحامات كونها مهنة حرة غير تجارية ممكن تكون حلول أخرى ولكن الاتحاد عنده مساعي أخرى وكان إجراءات أخرى يقدر يقوم بها في إطار طبعا في إطار القانون احنا عمرنا قلنا نمتالع الضريبة بالعكس قلنا باللي احنا نحب الخازين العمومية ما تكونش على حساب الخازين العمومية تكون علاءة تكون وما تكونش على حساب كذلك المواطن المغبون مساعدة قضايا لغاية اللحظة قال باللي الفقاراء وكذا عندهم محامي ولكن الأتعاب ليش تدفع الأتعاب ليش تسدد الأتعاب الآن المحامي على المسوطني تقضي تسألي ما زال الآن المحامي يعني ديون والديون هذه تعرفون في إطار القانون المحاسبة العمومية تكون قد في خمس سنوات خمس سنوات والمحاميين تضرباش يديه لك العاشالاف دينار احنا نقولوا باللي الشي اللي رغم داروه أول ما يخذوش بين اعتبار الاقتراحات تعال انتعى الانتحاد وانتعى المحامين اللي داروا يوم مقاطعة باش يحسوا وينبهوا بالليا ناس راجعوا القانون هذا لأن هذا القانون ما يخدمناش وموش في صلحنا وراح يضرنا كثيرا فرضوا النظام الضريب على مهنة المحامات ضمن مشروع قانون المالي الجديد أتعاب رفضها المحامون واعتبروها مجحفة في حقهم ولابد من إعادة النظر فيها ترجمة نانسي قنقر